ان شاء الله النهاردة هنعمل احلى سنية كنافة بالمنجة كل سنة وانتوا طيبين شهر رمضان بدأ وطبعا الكنافة بتبقى هي متوفرة طول السنة بس اكتر ان المصرين بيحبوا يعملوها كتير في شهر رمضان فجبتلكوا طريقة سهلة وان شاء الله تجربوها هتعجبكم باذن الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبه وسلم لسليما كثيرة كل اللي احنا هنحتاجه السنية دي انا هعملها بنص كيلو لو انت عندك سنية اصغر او اكبر الحجمة ده هتحسن ما انت عايز طبعا انا بعد حطاف سنية اكبر عشان عارف احطي عليها السمن انت هتسياحي سمنة في ناس بتحب بالزيت براحتك انت المهم اللي انت عايزها بس الكنفة تحب السمنة زي ما احنا عارفين انت انا الاحسن اللي كاتيها قبلها بيوم في الفريزر او يومين لما تيجي تكسريها بتبقى سهلة عليك بعد كده هتبقى مسياحها السمنة واتدوي بيها كلما بعض يتشبعي الكنافة كده بالسمنة زي ما احنا عارفين طيب احنا بعد كده هنعمليها هناخدها بقى هنعملها زي طبقتين كده زي ما احنا شايفين انا هحط طبقة الاول من تحت وده هنصنية بتاعتك بالسمنة او بالزيت زي ما انت بتحبي وبعد كده هبتاخد طبقة بتحط طبقة من تحت وتسويها كويس اهم حاجة ان انت الطبقة اللي تحت دي تخليها متماسكة شوية يعني لو جات الطبقة اللي فوق خف شوية ما فيش مشكل بس الطبقة اللي احنا هنحطها من تحت دي لازم بتبقى سميكة شوية واتغطي عليها على قد ما تقدر فريزها في الصينية كويس وبعد كده ايه هتبقى معاك العترشي برضو مع علقتين سمنة كده عليها طبعا المنجا انت هتبقى مخزنها عندك في الفريزر زي ما احنا شايفين ايه انا كنت مخزنها عندك في الفريزر بتبقى انت مقطعها القطعة مش دي اللي بتدرب في عصير او كده لا انت قطعها وانت بتعملي المنجا خليها شريح وشريح سميكة يعني انت عارفة انت دي هتعملي بها سنية كنافة وتبقى طبعا الجب ده خليها قطعة كبيرة كده عشان لما تيجي ما تسحش منك في التقطع او تهري منك لو تفاك منك بسرعة يعني لا خليها قطعة كبيرة مش اولا تحس ليجي اياكل يحس بتعمه ايه تحطي بقى انت هتروسيها زي ما انت عايزة بس ابعدي عن الاطراف والحروب بتاعت الصينية اهم حاجة لما تيجي توزعيها زي ما احنا شايفينه انت بقى حط الكمية اللي انت حباها بس ابعدي عن الحرف كان لي كله في النص عندك وزعيها بقى زي ما انت حبا لو فيه قشرة منجا ولا حاجة كده انت شليها يعني خليها منجا بس للمنجا بتاعتك بس حط الكمية اللي انت حباها واللي انت عايزها بصراحة الطريقة دي جميلة وتعمها حلوة وتغيير كده الاولاد من شاء الله والافضل ان انت تعمليها يعني لو هتعمليها فرمضان اعمليها بعد الفطار ياكلوها كده دافية بتبقى تعمها حلوة قوي هيحس بتعمل منجا فيها جربيها ويقوليها وهي دافية بصي في قشرة منجا كده احنا هنشالها واتجد جاية تكمل يا فريديها بقى زي ما انت عايزة وزع الكطع بقى بتاعتك كده في كل السنية بس زي ما قلنا نبعد عن الجوانب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليم انكسرة ربنا يتقبل منكو صيامكو يا رب واكسرهم الدعاء ليكو بظهر الغيب لان فيه زهر لما بتجعل اخوك المسلم او اختك المسلم بظهر الغيب فيه مالك موكل بيقولكو لكي بالمثل فما تنساش من صالح الدعوات بتاعتك وربنا نسلح حالنا وحال كلهم امين يا رب العالمين فزي ما قلتلكو هي احنا هنوزعها كده زي ما احنا عايزين فيه ناس بتحبوا فيها مكسرة لا هي فط المنجة تبقى منجة بس يعني بتحبتش مكسرات طبعا انت هتبقى عامل انا على البطنجز بعمل الشربات طبعا كلنا عارفينه شربات الكنفة لا هو بيبقى تقيل اوي ولا هو خف اوي بيبقى غسط احنا هنا كنا متجمعين عند اختي كانت عزومة اخوات مع بعض ربنا يحفظ لكم اخواتك يحفظ لكم اخواتنا واخواتكم ان شاء الله ودائما تبقوا متجمعين في الخير يا رب شعر رمضان يحب اللمة ويحب العزومات كل سنوانتو طيبين هتجي بقى بعد كده هتحط الطبقة التانية هتفرد ايه هنفرد السينية كده مع بعض ووزعيها بقى زي ما انت ايه زي ما انت حب الطبقة التانية برضو انت هتبقي مجايزها وبذلك تساوي بها الاطراب بتاعتها في ناس بتحب تعملها في كسات او فيsteبع بس التي تفيذها بالطارقة التانية تبقي انت محمرة الكنفة بتاعتك وتعبنها في الكسات طبقة كنفة متحمرة وطبقة منجة وطبقة تانية من الكنافة طبقات زي ما انت عايز على حسب عدد الطبقات اللي انت حابها دي في سينية بتبقى دي طريقتها وهي ناية كده هنحط الطبقة التانية زي ما احنا شايفين يا طريقتها سهلة والله ما شاء الله بس تجديد وتقدمها بطريقة حلوة طبعا تقولي ما فيش موسم منجة دلوقتي انت كلكم شاطرين ومخزنين منجة طلعا المنجة اللي انت بخزنها في الفريزر بينها عصير ومنها عملي منها سنية كنفة هتوزعي بقى وتغطي المنجة كلها اهم حاجة ان انت تغطيها زي ما قلتلك اهم حاجة الطبقة اللي تحت تبقى اسمك من اللي فوق يعني لو حتى اللي فوق جات خفيفة شوية مش مشكلة بس اهم حاجة ان الطبقة اللي تحت ملاحك تبقى سميك عشان لما تيجي تقطعيها تبقى متماسكة كده وتعرف تطلع القطع بتاعتها طبعا على الوش كده انت بقى هترش بقى سامنة كده زي ما قلتلك الكنافة بتحب السامنة وفرنة عندك بقى تكون الفرن بتاعك انت مشغلة قبلها بشوية مجرد ما هتخلصي هتدخليها في الفرن في الشبكة اللي في النص يا ما شاء الله لو الفرن عندك زخنا هاي مش نطول معك يعني ربع ساعة ولا تلت ساعة هتكون نستوت معك وطبعا الشربات لو هي لكنافة زخنا زي ما احنا شايفين شايفين ما شاء الله ده كده في الرف اللي في النص لو كده بتشغل الشواية تحمر معك الجوانب والتحت اشغل الشواية الكلفة ما شاء الله بتستويه بسرعة شايفين ما شاء الله عاملة ازاي المعاود بقى عندك بتحطي بقى المعاود خفيف تقيل ده حسب الرغبة عند جنتي وعند الأولاد بيحبوها ازاي شايفين ما شاء الله بتطلع ما شاء الله معك جميلة جدا وقطع المنجة بتحسي بيطعمها يارب بتكون كده الطريقة سهلة وتجربوها وكل سنة وانتو طيبين